تعحد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم السماح بسطوة المحسوبية والتزوير والفساد في الانتخابات المقبلة مهما كلف الأمر وقال خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء كل ناثقة وتفاؤل بأن تكون هذه الانتخابات سابقة عراقية في النزاهة واختيار الأفضل لشعبنا وأضاف أنجزنا بنحو تام جميع متطلبات العملية الانتخابية أمنياً والأجستياً ومالياً ولا يفصل بيننا وبين إجراءها إلا الوقت وعشار الكاظمي إلى أنه اطلع على إجراء المحاكاة الثالثة لعملية الاقتراح التي كانت ممتازة وناجحة بكل المقاييس محذراً من أي محاولة لشراء الأصوات عبر تعينات وهمية أو توزيع قطاع أراضن فهي وعود كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها